فيها مفاجأة لكهربا كهربا حتى الآن لسه ملعبش في الدوري أساسي أساسي الست مرات اللي لعبهم ستة بديل تمام؟ لعب 137 ديام مع النادي الأهلي حتى الآن تخيل في الست مشاركات كبديل دول مسجل ثلاث أهداف وصنع ثلاثة يعني مساهم في ستة أهداف للفرقة رقم كبير جدا كهربا فعال على المرمة فعال جدا بتتكلم في لعب مساهم في ستة أهداف يعني مساهم في أهداف لفريق وستة طيب نيجي بقى للرقم المفاجأة من وجهة نظري واللي بيأكد فعالية كهربا عدد المحاولات على المرمة لكهربا الستة صح يعني كهربا نسبة فعاليته على الجون 100% المراوغات النكحة ثلاثة ولعب ستة مرات بس كبديل مساهم في ستة أهداف يعني هدف في كل مباراة بيلعبها حتى لو بينزل بديل وبالتالي وبرضو دقة محاولاته 100% يعني الفينيش بتاعه كويس جدا وبالتالي كهربا مكسب كبير جدا إن شاء الله يرجع ونقدر نستفيد فيه تحديدا في دوري أبطال أفريقيا ده بالنسبة لكهربا بالنسبة لأرقامه في دوري أبطال أفريقيا وبرضو ملعبش كأساسي لعب ثلاث مرات بديل أرقامه في الدوري أحسن من أرقامه في دوري أبطال أفريقيا يعني هو ضيع فرصتين في دوري أبطال أفريقيا محاققتين عدد المحاولات على المرمة 7 من 10 كل 90 ديال يلعبها 3 من 10 بيصنع الفرص دك التمريراته 68% هو حتى الهدف هو جاب أكتر من هدف في الدوري هدف اللي كان مميز ليه أكتر من هدف مميز ده هدف برضو المميز اللي نزل فيه طنطة عمل فيه تأثير مميز جدا يعني أحرز هدف وصنع هدفين أو أحرز هدفين وصنع هدف في المباراة دي كان مميز جدا كهربا وبالتأكيد دايما بنتكلم في اللاعب الجناح اللي بيديك فعالية الجناح اللي بيجيب أهداف ده ده عملة نادرة في كورة القدم تحديدا إنه يبقى فعال على المرمى 3 أهداف في 6 مشاركات إذن برضو الصفقة دي انت بتتكلم في اللاعب الجات في يناير والدوري وقف وبالتالي باجي وكهربا صفقتين مباشرتين جدا للجاي على فكرة في اللاعب كتيجي تقعد 6 شهر لسه مع بالتنسجم بعدين تتنيع زي حسين الشحات مثلا قعد فترة مع بالتنسجم بعدين عدى في بداية الموسم تحديدا يعني ده بالنسبة لكهربا تالت الصفقات محمود متولي وبعد كده هاخد بقى بعض الكومنتات من حضراتكم وبعض التعليقات اللي موجودة على سوشال ميديا من وجهة نظركم ما هي أفضل صفقة